السلام عليكم صحتك في رمضان يوم ان شاء الله معلومة تكون على العديد من المقالات كنسمعهم والعديد من الامور كنشاهدوها كنشوفو باللي كيفه والنظام غدائي ولا نمط يجنب العطش ويجنب الجوع هاد المسألة هدية في رمضان غير موجودة علاش يعني علميا وعمليا الجوع والعطش مرغوب في رمضان علاش انه كي حطنا الجسم تحت واحد لستخس لستخس إدريك زائد لالوا دوغمز انه هي منها الفوائد فميكي كل جسم عدشان في رمضان الجسم يفريز لانجيو تنسين زائد هرمونات أخرى منها لغمون انتديوريتيك هاد لانجيو تنسين والغمون انتديوريتيك كي عطينا طاقة للجسم ماشي ضعف كما يظنو العديد فهاد الدعف هادا جاي من البرمجة دينا وبالتالي العطش في رمضان ممكنش نقولو لا هادا نظام غدائي او لا طريقة كيفاش نجنبو الجوع والعطش في رمضان لان الجوع والعطش هو المرغوب هو اللي كي يعطينا للوا دوغمز كانت هذه معلومات اليوم الى ان نلتقي في معلومة اخرى خليتكم راحة سمريكو فلا فلا فلاуч الفكار اللي كيف دقاء اشتركوا في القناة